اشتركوا في القناة الاربيعي ستة والخميس سبع مارس الفين واربعة وعشرين بكل المؤسسة الصحية الاستشفائية الويقائية والادارية باستثناء المستعجلة والانعاش مع وقفة احتجاجية اقليمية او جهوية وعزت النقابة المنضوية لولاء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في بلغ لها هذا التصعيد الى استمرار الحكومة في الاخلال بالاتفاقات والالتزامات بخصوص مطالب موظفي الصحة ولعدم استخلاص الحكومة للدرس من حرك اجتماعي سابق نتيج عن سوء تدبيرها وحملت النقابة المسؤولية للحكومة ولرئيسها على ما قد يترتب عن تصرفها من عبث بالحوار الاجتماعي ومصداقيته وخلق اجواء احتقان بقطاع الصحة بمخلفاته وتطالب الهيئة النقابية بالاستجابة الفعلية للمطالب العادلة والمشروع لكل فئات مهني الصحة بداية بتنفيذ مضمون لاتفاقات واستئناف التفاوض حول النقطة المطلبية المتبقية واصرت الى ان النجاح الكبير للاضراب الوطني ليوم الخميس 29 فبراير 2024 بقطاع الصحة ونجاح تنصيق النقابية النضالية الميدانية في شل حركة المؤسسات الصحية